موسيقى حبائي هذه المنطقة تسمى جبل أربيل جبل عالي يطل على بحيرة طبرية بعض المؤرخين بيعتقدوا أنه مكان العزة أنه كان في هذه المنطقة حيث أنه اجتمعت الجماهير حول الرب يسوع لكن على الأرجح وكما نتعلم من التقليد المسيحي وحدث على جبل التطويبات إذا عندك عينين النسر فيك تشوف شمال البحيرة في جبل هنا كانت مسرح الأحداث اللي علم فيها الرب يسوع المسيح بشهادة الأعداء وبشهادة الأصدقاء والحكماء والجميع أجمعوا لا يوجد تعليم في هذا الوجود أعظم من تعليم المسيح على الجبل فالمسيح هو المعلم الأعظم وهو المعلم الصالح وهو الذي علم وعمل وعلم بحياته أيضاً هذه تسمى شريعة المسيح الجديدة أو دستور الملكوت الجديد خلي بالك أنه يعني الرب يسوع جاء لا لينقض النموس ولا يبطل ولا يغير ولا ينسخ بل جاء ليكمل أي ليعطي التفسير الروحي والعمق والبعد الروحي بيعطينا جمال ورونق خاص في هذا التعليم فعندما نسمع التعليم على الجبل طبعاً بروح في ذاكرتنا النبي موسى الرب أعطى الشريعة على جبل سيناء لكن شتان ما بين جبل سيناء وجبل التطويبات فجبل التطويبات اللي أنا بتكلم عنه منطقة خاصبة منطقة جميلة جداً فيها أشجار وطبعاً ورود وأزهار وزقزقة العصافير الطبيعة الهادئة والسلام والهدوء بعيد عن أرشليم المكان الديني وطبعاً السياسي في نفس الوقت أما بالنسبة لموسى فكان الشريعة على جبل سيناء في أرض صحراوية قاحلة جرداء وطبعاً لما نزلت الشريعة كان المنظر مرعب كما يقول الكتاب المقدس وكان فيه نار وكان فيه ضباب وكان فيه زوبعة وكان المنظر مخيف جداً بالمقارنة جبل التطويبات الهدوء والمكان السلام عندما أعطيت شريعة موسى طبعاً نزل الرب على الجبل أما بالنسبة لجبل التطويبات مكتوب أن المسيح صاعد إلى الجبل صاعد المسيح إلى الجبل ليعلم التلاميذ عندما أعطيت الشريعة في أيام موسى الناس كانت مرعوبة وممنوع حد يتقدم أو يقترب أو حتى يمس حتى البهيم إذا مست الجبل تقتل كما يقول الكتاب المقدس أما بالنسبة للتطويبات أو عزة المسيح على الجبل فالشعب اقترب من يسوع المسيح ليرى جمال الكمال وكمال الكمال ليسمع من الشفتين اللي كلها حلاوة ومجتهيات وطبعاً تعليم المسيح المغير والمؤثر أيضاً مكتوب إن موس بموسى أعطيه أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار فجاء المسيح ليكمل لا لينقض فالعزة أحباء العزة على الجبل هي خلاصة بل زبدة تعليم المسيح هي بتتكلم عن أخلاقيات المسيح بتتكلم عن تفسير للشريعة التفسير الداخلي تعطي مثل ما ذكرت تعطي البعد الروحي والعمق الروحي والمسيح جعلها داخلياً يعني مش بس التعليم الخارجية من الخارج لكن الجوهر التعليم زبدة التعليم من الداخل وهذا ما ابتدى في يسوع في هذه المنطقة عندما قال توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات فإذن الكتاب بعلمنا من خلال هذه العزة أن لا نتشبه بأمر هذا العالم وأنه لابد أنه برنا يزيد على بر المعاصرين من الكتبة والفرسيين في أيام المسيح وطبعاً خلاصة التعليم كونوا كاملين كما أن أباكم السماوة هو كامل فهي أخلاقيات الملكوت دستور الملكوت مبادئ الملكوت تتكلم عن رعاية الملكوت من محبة وإخلاص وأمانة وتعليم يسوع المسيح اللي أثر ومازال يؤثر حتى يومنا هذا يسمى أحبائي خطاب العرش من الملك ويسمى أيضاً مبادئ الملكوت ملكوت السماوات ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة